كتبت السينما السودانية تاريخا جديدا في الأعوام الثلاثة الماضية أثر فوز أفلام أنتجها سينمائيون وسينمائيات شباب بجوائز عالمية قيمة في المحافل والمهرجانات العالمية وهي متنوعة بين القصير والاستقصائي والروائي الطويل عالجت واقعا معاشا في هذا البلد وشكلت قفزة نوعية في السينما السودانية تتزامن مع التحول السياسي الحاصل في البلد وخير مثال تجربة سهايب قسم البري في أتحدث عن الأشجار الذي عرض بمهرجان برلين السينمائي وحصل على جائزتين وأمجد أبو العلاء في سنة موت في العشرين أول إنتاج من هذا البلد العربي يرشح إلى جائزة الأسكار وينال جائزة أسد المستقبل من مهرجان البندقية السينمائي الدولي والتاني تذهبي من أيام قرطاجة السينمائية وبارزت أيضا بين أبناء جيلها الذين يعملون في المجال السينمائي تجربة مروازين المتخرجة من معهد السينما في القاهرة مع فيلمهما الخرطوم أوف سايد الذي حضي باهتمام نقدي اللافت بل إضافة لفيلم الست من إخراج سوزان ميرغاني فهذه الأفلام بلغت رقما قياسيا غير مسبوق في تاريخ الأفلام السودانية لإحرازها الجوائز واكتساحها المهرجانات العالمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر